الحمد لله رب العالمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه رواه البخاري مسلم ما أجمل هذا الحديث تأمل في رحمة الله تعالى بنا تأمل كيف أن الله تعالى يسر علينا هذه العبادة عبادة الصيام الصائم يترك الطعام والشراب وهو أمر مألوف في حياته تأكل وتشرب في أيامك في السنة ثم تأتي الآن وتتوقف وتمسك عن الطعام والشراب شهرا كاملا فمن المتوقع أن ينسي الصائم أحيانا ويأكل ويشرب لكن تأمل كيف جاء هذا الحكم الشرعي قال فليتم صومه تكمل صومك لكن إذا رأيت غيرك يأكل ويشرب فعليك أن تنبيه هذا واجب عليك قال فليتم صومه يعني صيامك صحيح وعليك أن تمسك باقي اليوم وليس عليك قضاء ولا كفارة تأمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه وهذا فيه تطمين للصائم حتى ما قال فليتم صومه وسكت أو قال فإن صيامه صحيح بل قال فإنما أطعمه الله وسقاه يعني كأن الصائم ما يحزن لأنه نسي وأكل وشرب أو يظن أن صومه ناقص ويترجر من هذا بالعكس كأنه يفرح وكأنه يستبشر بأن هذا من كرامة الله تعالى له أو من تيسير الله تعالى عليه الله تعالى هو الذي أطعمك وسقاك وقدر كل شيء سبحانه جل وعلا فيكون الصائم فرحا مستبشرا فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا وسبحانه جل وعلا ما أرحمه بنا ما ألطفه سبحانه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين